قضاء المدائن في محافظة بغداد يعاني واقعا خدميا ليس مترديا فحسب وإنما منهار لدرجة أن السكان هنا يشتكون من غياب أبسط مقومات الحياة والله حالتنا يرثى لها لا مي لا كهرباء البارحة لا مي ولا كهرباء وهي صارنا اليوم والله مستحس سنة نعاني من هذه الشغلة لا خدمات لا مي لا كهرباء لا تبليط لا مجاري كل شو ماكو والله تأذينا وتعبنا ونحفر حتى آبار قمنا بسبب الماء والله عاشين بالذلة على ما يقول بالذلة خدمات ماكو إزبالة أمراض فقور احنا هاي مرتقتنا بالخص هاي مرتقتنا التأميل يعني من دون المناطق كلش فقيرة كلش مذلولة وفوق انهيار الخدمات تأتي مشكلة الفقر لتزيد من معاناة المواطنين حيث وأغلب سكان هذه المناطق هم من الطبقة الفقيرة ولا يجدون فرص عمل والله انت شو قدام عليك عالم تشتغل عمالة نصها كاتلها الشمس كاتلها الضيم عالم نصها على التاقي وهل تشوف بعينك تكرم هاي زبالة هاي صار لها اجوا حفروا وبقت ما حشالها ما حشالها منذ صار لها تقريبا أربعة شهر وكأن قضاء المدائن بلا مجلس بلدي ولا مسؤولين فهم لا يعرفون سكان المنطقة إلا في أوقات الانتخابات السبب ما أعرف أحزاب فلوس ياه التحاشي يقول لك كان بفلان حزب ويتحارب وياك محاربة كودة الناس لا نجمين الحزب ولا أنا شغلة بحد عايفينها وراء الله والنعم بالله لكن ماك واحد اللي ييجي يسوي النشارة لا مي لا خدمات لا مسؤول ييجي يباوع علينا ييجي يحكي لك ودور الانتخابات وأخذ ما لا توطلع تتواصل ويا المسؤول المسؤول يقول لك أنا لا حول ولا قوة في هذا الموضوع لما نتواصل لما نتناشد بوقت الانتخابات يصيرون يجون يم العالم وعود الكاذبة وكل هذا الشيء ندري بي ومتطلعين عليه قضاء المدائن كغيره من مناطق العراق التي تعاني الإهمال حيث إن العقلية التي تدير البلاد لا تدرك معاناة العراقيين اليومية ترجمة نانسي قنقر